وبالنسبة للغرب عموما ذكرت لك أن بريطانيا الآن بدأت تتحرك بشكل له علاقة بتاريخها في المنطقة الحقيقة هذه الملاحظة كما أذكرها بالنص لها تحركاتها الآن لها علاقة بتاريخها في المنطقة وخبراتها فيها أقليم الأحواز هي التي سلمته إلى شاه إيران وتعلم أيضا مواطن القوة والضعف في خاسرة إيران اتجاه هذا الأقليم الآن هي ربما لها القدرة على تحريك الشارع الأحوازي بشكل متمكن إعلاميا متمكن يعني من حيث القدرة على الاستمرار وتغذية الحركات الموجودة بعضها موجودة في بريطانيا والجذورها موجودة في الأحواز وبعضها موجودة في دول أوروبية وهكذا البريطانيا لن تترك الأمر بدون أن الحقيقة أنا أعتقد أنه بريطانيا وضعت تغيير النظام في إيران في عقلها بشكل مركزي وحانت لوقت للعمل على هذا الموضوع لذلك المسألة ليست مسألة ضربة وتذهب بشكل كما تحدث كل مرة بين إيران وبين بقية الدول الأوروبية أو أمريكا هناك مشروع ربما بريطاني بالأساس لتغيير النظام أو لتغيير الإطار العام لهذا النظام الشوفيني الذي يعتمد القوة ويعتمد البطس ويعتمد العقيدة كمنهج لتغيير الواقع ثم فل LinkedIn وهااااااااااااااااااااااااااا denk jump